موسيقى لن تصدق من هي زوجة الفنان المصري أحمد عبد العزيز المشهورة الجميلة التي أخفها عن الجميع الفنان أحمد عبد العزيز من موليد 30 ديسمبر عام 1955 يبلغ من العمر الآن 67 عاما عام 2023 هو ممثل مصري اشتهر بالأعمال التلفزيونية الدرامية واشتهر بأدواره المؤسرة في تاريخ الدراما المصرية يعتبر من أبرز ممثل التلفزيون في مصر ولد الفنان أحمد عبد العزيز بالإسكندرية حي محرم بك حصل على بكالاريوس تجارة ثم حصل على بكالاريوس معهد الفنون المسرحية بدايته الفنية كانت من خلال المسرح الجامعي ثم بدأ العمل في مسرح الطليعة عام 1976 لمع في التلفزيون في المقام الأول في أعمال مثل زئاب الجبل الحب والطفان من الذي لا يحب فاطمة وغيرها الكثير من الأعمال ومارس الإخراج المسرحي حيث أخرج ما يقرب من عشرين مسرحية منها مأساة الحلاج بدايته السينمائية بالغة الأهمية مع الوداع يابو نابارت وعودة مواطن والطواج والأسورة يعمل أيضا الفنان أحمد عبد العزيز بمجال الإخراج وهو الآن يشغل منصب مدير عام للمسرح القومي الفنان أحمد عبد العزيز يحرص دائما على إخفاء حياته الخاصة بعيدا عن أعين الجمهور والإعلام ولكن هذه المرة تداولت بعض الصفحات الفنية على مواقع التواصل الاجتماعي صور نادرة يرجح تاريخها لأكثر من 30 عاما من حفل زفاف الفنان القدير أحمد عبد العزيز الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى وحضره العديد من الفنانيين والشخصيات الهامة 33 عاما مرت منذ اللقاء الأول لفارس الدراما وزوجته عام 1990 حيث لعبت الصدفة دورها ليرسم القدر طريقهما معا ويكتب أن يجتمع للأبد وأن يربطهما رباط مقدس وتجمعهما حياة مشتركة وبيت واحد التقى الفنان أحمد عبد العزيز بزوجته وهي لا تزال طالبة بالسنة الأولى بكلية الإعلام والتي يلفت جمالها الأنظار ولم يكن عمرها قد تجاوز 18 عاما حين ذهبت لمبنى التلفزيون حيث كانت تتدرب بأحد البرامج بينما كان هو النجم الصاطع وفارس الدراما الشهير وفتى أحلام الفتيات فترة التسعينيات ورغم ذلك لم تكن تعرفه وبالرغم من أن اللقاء كان صدفة وشعرت خلاله بالضيق مع أول حوار جمعهما إلا أن القدر كتب أن يكون هذا اللقاء سببا في قصة حب بدت بين فارس الدراما الفنان الكبير أحمد عبد العزيز وزوجته الفنانة والإعلامية دينا شرف الدين وتوجد بالزواج لتكون من أكثر الزجات نجاحا واستقرارا في الوسط الفني والثقافي والإعلامي حيث لا يعرف الكثيرون أن زوجة الفنان أحمد عبد العزيز تكون الفنانة والإعلامية الشهيرة دينا شرف الدين والتي أثارت بظهورها إعجاب كل من شاهدها على مواقع التواصل الاجتماعي ودائما ما تتلقى تعليقات إيجابية على كتاباتها الجدير بالذكر أن الفنان أحمد عبد العزيز معروف في الوسط الفني بحبه الشديد لأولاده وزوجته هذا ما أوضحته الأخيرة خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي عمر الليسي كما إنها كشفت خلال تلك المداخلة عن اعتيادها على إنشغال زوجها خلال شهر رمضان من أجل تقديم أعمال فنية وتسعد جدا لنجاح تلك الأعمال معضحة أن زوجها ديمقراطي وهو ليس بالرجل المنفتح بالكلية أو المنغلق يذكر أن الفنان أحمد عبد العزيز لديه من زوجته الإعلامية دينا شرف الدين سلسة أبنائهم أميرة ومحمد ويوسف كان منذ صغره مولعا بالفن والتمسيل وكان متعلق تعلق شديد بمشاهدة التلفزيون اعتدى المشاركة في جميع النشاطات المدرسية المتعلقة بالفن وانتظر حتى وصل إلى مرحلة الجامعة وبعد حصوله على باكالاريوس التجارة من جامعة الإسكندرية قرر الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وحصل على شهادة الباكالاريوس منه أيضا يذكر أن الفنان أحمد عبد العزيز متزوج من الإعلامية دينا شرف الدين ولديهما سلسة أبنائهم يوسف ومحمد وأميرة في فترة من الزمن وبعد تقديم أعمال عظيمة بحجم المال والبنون وسوق العصر وليالي الحلمية وغيرهم من الأسماء الكبيرة وجدنا الفنان أحمد عبد العزيز يبتعد عن الفن حتى وصل الأمر إلى انقطاع لفترة طويلة وعن سبب هذا الانقطاع قال الفنان أنه حدث ما يسمى بالانحدار والإسفاف في الكثير من الأعمال الدرامية وأنه شعر بأنه لا يوجد قصة أو سيناريو وأن الأمر أصبح بيزنس فقط وكانت زوجة الفنان أحمد عبد العزيز صرحت من قبل عن أحب أعماله إلى قلبها قائل إنها تحب كثيرا مسلسل الوسية لأنه أبدع كثيرا في التمسيل مشير إلى إنها لم تشاهده في عرضه الأول وشاهدته بعدها بسنوات حتى بعد زواجهما كما تحب كثيرا مسلسل سوق العصر والعديد من أعماله وأثرت زوجة الفنان أحمد عبد العزيز الإعلامية دينا شرف الدين بظهورها إعجاب كل من تابعها عبر منصة التواصل الاجتماعي ودوما ما تتلقى تعليقات إيجابية على كتباتها وكشفت زوجة الفنان أحمد عبد العزيز دينا شرف الدين أسرار حياتها كزوجة للممثل أحمد عبد العزيز مشير إلى إنه كان ولا يزال فتى أحلام البنات ولكنها لا تغار عليه من المعجبات كذلك وقالت عن كواليس تعارفهما وكيف تعرضت للعقاب من أمها بعد تلقيها أول مكالمة هاتفية من الفنان أحمد عبد العزيز وتدخل عبد العزيز ممازحا زوجته مؤكدا إنها فضحت جميع أسراره وقالت دينا إنها كانت تشتغل متدربة في التلفاز المصري أثناء دراستها داخل كلية الإعلام وطلب منها تصوير حلقة في كواليس مسلسل المال والبنون والذي كان أحمد عبد العزيز يلعب بطولته مؤكدا إلى إنها كانت لا تعرفه لأنها كانت غير متابعة للتلفزيون بشكل بارز كما أشرت إلى إنها صورت الحلقة بالحقيقة ولكن أحمد عبد العزيز لن يكن فيها مؤكدا إلى أن صوت الحلقة تلف وبعد ذلك تم إعادة تصوير الحلقة بتواجد أحمد عبد العزيز تلك المرة